هذه الطاقة عزيز الطالب قلنا هي البي في تي يعني اي في في تي هذه الاي 15 والجهد اللي معانا 120 الآن الزمن احنا تشتغل المدفع خمس ساعات في اليوم الواحد معناته ب30 يوم 30 في 5 والساعة الوحدة فيها 60 منت والمنت الوحدة فيها 60 ساكند لانه عزيز الطالب الطاقة اذا تعاملنا فيها الزمن بوحدة ساكند سيكون الناتج لنا بوحدة جون بس المطلوب كيلو وات اور ولذلك كاجراء سهل اذا انا بحول من الوات الى كيلو وات الاجراء اللي بسويه اني بقسم على 1000 فحساب القدرة اي في في قسمتها على 1000 ليش؟ علشان تصبح هذه الوحدة كيلو وات بدل من الوات وعقوب ابي الزمن بس الزمن هنا لاحظ اور فضربت خمس ساعات ب30 يوم بس ما ضربت ب60 ب60 لعشان وصلت ساكند ابيها تبتم بالساعة فهنا التايم اللي حصلت عليه بوحدة اور اذا لاحظوا الوحدة الناتجة هي كيلو وات اور لما نضربهم يكون الناتج اللي معانا 270 كيلو وات اور هذا قيمة الطاقة وهي الوحدة المعتمدة على فكرة في بيلاد الكهرباء او فواتير الكهرباء لاستخدامات الطاقة التجارية في مسألتنا التالية معطيك شكل يمثل دائرة كهربائية اولا طالب مني اتجاهي التيار الاصطلاحي في هذه الدائرة لاحظ عزيزي الطالب ان التيار سيكون من الموجب الى السالب عبر الدائرة اما اذا بتحجي عن البطارية من السالب يتابع الى الموجب ليكمل دورها كاملة هذا الشكل اللي امامك بالرسم يوضح اتجاه التيار اي ما رقم الاداة التي تحول الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية انا قلت هذا الرمز بيعطينا رمز للمولد او المحرك وبالتالي رمز هذه الاداة رقم اربعة هذا المحرك هو اللي بيعطينا تحويل الكهرباء الى طاقة ميكانيكية طيب الجهاز اللي بيحول الطاقة الكيميائية الى كهربائية تذكروا هذا الجهاز اي جهاز؟ نعم صحيح هو البطارية والبطارية هنا بتأخذ الرمز واحد اداة بتعمل على فتح واغلاق الدائرة switch يعني on off فتح واغلاق الدائرة يكون من هذا الجزء او هذه الاداة وبالتالي اجابتنا الاداة رقم اثنين في هذا السؤال بسؤالنا التالي مطلوب وصف تحولات الطاقة المصباح الكهرباء المتوهج تذكر عزيزي الطالب المصباح يأخذ كهرباء طيب وش يعطيني المصباح وش ينتج؟ يعطيني ضوء صحيح؟ وايضا يعطينا حرارة وبالتالي هنا المصباح من كهرباء الى حرارة وضوء مجفف الملابس المجفف يحول الطاقة الكهربائية الى طاقة حرارية وطاقة حركية وممكن ايضا اضافة الطاقة الصوتية انا الادراير اذا شغلتها شوف صوت شلون فبحسب نوع الجهاز مذياء رقمي وهذا المذياء الرقمي مزود بساعة ساعة عرض يحول الطاقة الكهربائية الى صوت وضوء فنشوف احنا الضوء المرئي من خلال هذا الجهاز في هذا السؤال الحسابي مجففة ملابس قدرتها 4200 واط هذه القدرة بي تتصل هذه المجففة بدايرة كهربائية جهدها 220 فولت لاحظ استنتجت انا معطيات السؤال معانا قدرة معانا جهد نجد المطلوب الاول يبني التيار المار في المجفف اي تذكر عزيزي علاقة انه بي تساوي الاي في بي طيب البي معانا والفي معانا اذا الاي تساوي البي على الفي 4200 على 220 ينتج التيار بقيمة 19 امبير المطلوب الثاني يبني مقاومة المجففة هذا الجهاز اللي معانا نبني المقاومة ار طيب تذكروا قانون اوم اوم يربط علاقة الاي وفي وار الاي معانا والفي معانا اذا من السهولة نحسب ار باعتمادنا على قانون اوم في تساوي الاي في ار ومن ثم نجد ان ار هي في على اي الفي 120 والاي تونح اسبينها 19 تكون المقاومة 11.6 اوم السؤال التالي عن مقاوم مقدار المقاوم اللي معانا 39 اوم هذه قيمة ار يتصل مع بطارية البطارية جهدها 45 فولت اولا هذا المقام 39 اوم طالب مني التيار المار في الدائرة او بمعنى اخر قيمة قراءة مالة الاميتر مب عندي اميتر اهدي اقرأ لنا التيار اي فنجد من قانون اوم ان الفي تساوي الاي في ار يعني اي هي في على الار وينتج لنا التيار 1.15 امبير المطلوب الثاني الطاقة المستهلكة في مدة تشغيل 5 دقائق 5 مينتز لاحظ ان الزمن بوحدة مينتز والطاقة تعترف بوحدة السكند للزمن لذلك عشان احول الى سكند بنضرب المينت الوحدة 60 سكند ولذلك نعتمد قانون انه الاي تساوي البي في تي البي اي في مضربة في تي هذا الاي هذا الفي هنا التايم 5 في 60 يكون لنا التالي الانرجي 15.525 جول كاجابة للسؤال المطلوب في سؤالنا التالي مصباح معطيك قدرة المصباح انا 100 واط هذه الباور كفاءة المصباح 22 بالامية يعني المصباح ذي يعطيك ضوء بقيمة 22 بالامية من الطاقة اللي خذاها ما يعطي كل الطاقة يحولها لضوء زي ما بقيت الطاقة راحت صحيح تحولت حرارة هذا المصباح طالب مني سؤالي اوجد شم الطاقة الحرارية الناتجة طب اذا هو يعطيني 22 بالامية ضوء اذا الطاقة الحرارية اللي بتكون ناتجة عن هذا المصباح ستكون قيمة نسبتها 78 بالمئة من الطاقة الكلية هذه نسبة الطاقة الحرارية واضح لانه الضوءية 22 ولذلك لما بنحل سؤالنا في حساب الطاقة الحرارية الناتجة ندري الطاقة هي P في T بس الP ليست كاملة اوكي هذه الP اللي معانا رح نضربها في نسبة الحرارة 78 بالمئة ثم الزمن عندي دقيقة ولكن الدقيقة تحول الى سكن فتصبح قيمة الطاقة 4680 جول المطلوب الثاني ما الطاقة التي تتحول الى ضوء في كل دقيقة نسبة الضوء معروفة لي 22 بالمئة هذه نسبة الطاقة الضوئية ولذلك لما بنعوض هذه الانيرجي الPVT الPOWER عند مئة نسبة الضوء كام 22 بالمئة والزمن وان مينت يعني واحد في ستين فاعطونا الف وثلاثمية وعشرين اوكي عزيز طالب الى هنا ننتهي في درسنا اليوم اتمنى الفائدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة